السلام عليكم ورحمة الله معاكم مونة سالم الكعبي مدرب مهني في مشاغل إدارة رعاة وتأهيل أصحاب الهمم بوزارة تنمية المجتمع قمت بتدريب وتأهيل أصحاب الهمم عن طريق دمجهم في المجتمع خبرة في الزراعة العضوية 11 سنة والزراعة المائية 7 سنين حياكم الله معاي في ورشتنا اليوم اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن النباتات والري راح نتعلم إن شاء الله في هاي الورشة النباتات تعريفها, أنواعها, أشكالها شو هي أهمية هاي النباتات نتعرف عن الري طبعا النباتات لازم يحتاج الري نتعرف كيفية الري أنواع الري, أشكال الري وليش الري مهم بالنسبة للنباتات راح نتعرف إن شاء الله على طرق وأساليب الري في دولة الإمارات يعني أول شيء بنتكلم صفة عامة وبعدين بنتكلم طرق الري وأساليبها في دولة الإمارات سابقاً وحاضراً إن شاء الله وراح ناخذ نبذة بسيطة كيف تصبح مزارع بسم الله طبعاً إحنا كلنا نعرف أن النباتات هي نباتات كائنات حية مثلنا إحنا نتنفس الأكسجين ونخرج ثاني أكسيد الكربون ومن رحمة رب العالمين على الكرة الأرضية وعلى الكائنات الحية طبعاً إذا إحنا ظلينا ناخذ الأكسجين والنبات والحيوان راح ينفذ الأكسجين وراح يختل التوازن البيئي في الكرة الأرضية فأوجد الله سبحانه وتعالى طاقة في النباتات أنه عن طريق عملية البناء الضوئي تاخذ ثاني الأكسيد الكربون وتعطينا الأكسجين هذا كلنا إحنا نعرفه صحيح وعلى أساس أنه كيف ينمو النبات بشكل سليم لازم يكون فيه هناك عوامل على أساس تساعده أنه يبقى حي طيب نتعرف على هاي العوامل أول شيء الحرارة ثاني شيء التربة حالياً حالياً التربة مش شيء أساسي بالنسبة للنباتات في عنا الحين زراعة مائية هاي الزراعة المائية يقدر ينمو النبات من غير تربة شيء الثاني الماء طبعاً هذا شيء ضروري للنبات على أساس ينمو والضوء هذا شيء أساسي على أساس أنه يسوي عملية البناء الضوئي طبعاً جداً محتاج للضوء بدون الضوء ما يقدر يسوي عملية البناء الضوئي نتعرف على أشكال النباتات كلنا نعرف أن النباتات هي عبارة عن أشجار وحشائش وأعشاب وشجيرات هاي هي أشكال النباتات والأزهار طيب أنواع النباتات في عنا نباتات مغروسة يعني شو هي المغروسة؟ يعني إحنا بنفسنا نغرسها في التربة إحنا الإنسان يغرس هذا النبات في التربة وفي عنا النبات الثاني اللي هو التلقائي اللي نسميه في الاجتماعيات النباتات الطبيعية التي تنمو دون تدخل الإنسان يعني تنمو بقدرة رب العالمين من غير ما يدخل الإنسان في زراعتها النباتات المغروسة أنا كإنسان أزرع هذه النبتة أنا بس أي أزرعها وخلاص؟ لا طبعاً إحنا لازم نهتم بهذه النبتة يعني بما أني أنا بادرت في هذه الزراعة وأنا غرست هذه النبتة شغلتنا أنه إحنا لازم نهتم فيها ونعمل على تحسين إنتاجها نحرسها نسقيها نتأكد هل هذا النبات خذ كفاية من الفيتامينات والحديد والبوتاسيوم اللي هو يحتاجه؟ صح ولا لا؟ بالنسبة للنباتات التلقائية اللي هي إحنا مثل ما قلنا النباتات اللي تخرج من الأرض بأمر من الله سبحانه وتعالى من غير تدخل الإنسان وهذه النباتات عندنا على الكرة الأرضية لها فوائد كثيرة مثلا ناخذ الخشب لاستخدامها للإنارة للطبخ ناخذ الزهور منها لصناعة العطور النباتات نحتاجها أيضا لاستخلاص الأدوية بالنسبة للنباتات التلقائية طيب الحين نحن نشوف بنشوف بيديو صغير مرحبا أصدقائي سنتعرف اليوم على أجزاء الصوت واضح نعم الصوت واضح الله سبحانه وتعالى خلق كل جزء له وظيفة خاصة بالنبات النبات بنشوف الحين شو هي وظائف هاي الأجزاء ينمو تحت الأرض ويسمى الجذور وجزء أخضر ينمو فوق الأرض الجذور تربط النبتة جيدا بالأرض وتمتص الماء والمعادن اللازمة حتى تكبر النبتة أما الجزء الأخضر فيتألف من الساق الأوراق الزهور والثمار الساق تساعد النبتة على الوقوف كما إنها تحمل الماء والمعادن من الجذور إلى الأوراق تقوم الأوراق بتحويل الماء والمعادن إلى غذاء هذا الجزء المهم في النبتة الأوراق الأوراق تاخذ المعادن اللي نقلتها اللي امتصتها الجذور واللي وصلتها الساق للأوراق تاخذ المعادن مع الماء وتحولها لغذاء عن طريق بعد أشعة الشمس على أساس عملية البناء الضوئي ثم تعود الساق وتوزع الغذاء إلى باقي النبتة للزهور أشكال وأحجام وألوان عديدة تختلف حسب نوع النبتة وأغلب الزهور تتحول إلى فمار لذيذة نقوم بأكلها أحسنتم أصدقائي إلى اللقاء طبعاً إحنا عرفنا أجزاء النبتة عندنا الجذور وعرفنا وظيفة الجذور وظيفة جداً مهمة امتصاص المعادن من التربة والماء عندنا الساق تاخذ هذه المعادن والماء وتوصلها للأوراق عندنا الأوراق الأوراق عندنا وظيفة عملية البناء الضوئي بعد ما يتحول المعادن والماء إلى غذاء تقوم الورقة بنقل هذا الغذاء إلى باقي أجزاء النبتة عندنا الأزهار وبعد الأزهار الثمر نحن نتكلم الآن عن فوائد النبات النبات ليش؟ ليش مهم للإنسان؟ هو مصدر غذاء للإنسان والحيوان مهم جداً مصدر جداً مهم سواء كان للإنسان والحيوان تجديد الأكسجين وهذا هو سبحان الله يعني رب العالمين أوجد فيه هذه القدرة على إنتاج الأكسجين على أساس أنه ما يختل عندنا التوازن البيئي على وجه الكرة الأرضية يعني أنتوا تخيلوا إحنا ناخذ أكسجين والحيوانات ياخذون والنباتات بيختل بيقل الأكسجين عندنا وإذا اختفى الأكسجين طبعاً ما فيه كائنات حية تقدر تعيش بدون أكسجين نستخلص من النباتات الكثير من الأدوية كل معظم الأدوية اللي موجودة في الصيدليات هاي كلها مستخلصة من الأشجار ومن الثمار ومن الأوراق هو مصدر رزق للإنسان إحنا الحين طبعاً قبل كان ارتكازنا أكثر على الزراعة والبعد استخراج النفط زادت عندنا الوظائف في بعض الدول ما عندهم بترول فاعتمادهم ورزقهم أكثر شيء على النباتات فيزرعون يعني يطلعون من بيوتهم ويسيرون يزرعون طول النهار يشتغلون في الزراعة عشان يحصلون مصدر الرزق يحصلون أكل يبيعون الخضار والفواكه عشان يحصلون منها فلوس طبعاً أنتوا تعرفون إحنا منطقة حارة صحراوية وايض حارة كلها صحراء ما شي نبات فهاي الصحراء شو تسوي تأثر تأثر علينا الرمل يدخل عرفتوا؟ فإحنا نقوم بالزراعة هاي الزراعة تثبت الرمل ما تخلي الرمل يعني تتحرك وما تسوي تصحر عندنا والفوائد فائدة القبر الأخيرة طبعاً نستخدم الخشب وايد بلاد بلاد نائية البلاد اللي ما عندهم بترول يستخدمون الخشب في الطابق في الإضاءة وطبعاً الغذاء فيتامينات ونحتاج فيتامينات أنتوا حين تأكلون فاست فود وايد مهم وايد مهم تأكلون فواكه وخضار يعني قبل ما ترقدون كله موزة أنتوا تصفي البشرة فيتامينات تمد الجسم بالفيتامينات ما تحسون بالكسل وايد مهمة الفيتامينات للجسم وكلها هاي تحصلها في النباتات سواء كانت الخضار ولا الفواكه طبعاً احنا حين تكلمنا عن النباتات وتكلمنا عن نوع النبات وتكلمنا عن أهمية النبات طيب هذا النبات كيف نهتم فيه؟ أهم شيء للري هي الري شو يعني أنك أنت تمد الزراعة بالماء أنت تعطي هاي الزراعة الماء طيب احنا عندنا أنواع مختلفة وايد من الري الري عندنا نوعين الري صناعي احنا احنا نسوي مثل التقطير الرش والري الطبيعي الري الطبيعي هذا بقدرة رب العالمين عن طريق الأمطار الفياضانات الزراعة اللي تنزرع عدال الأنهار فالنهار يمد بالماء هاي هذا الري الطبيعي الري بالرشاشات نتكلم عن الري بالرشاشات في الدول الباردة في الدول الباردة طبعا الزراعة عندهم زراعة كثيفة يعني فيمدونه مثل ما تشوفون بأنابيب ورشاش هذا الرشاش شي سوي يسقي الماء للنبات بمساحة كبيرة زائد في نقطة مهمة طبعا انت تعرفون النبات يحتاج لسماد السماد هذا اللي فيه الفيتامينات والمعادن اللي يحتاجها النبات فشي سوون يستغلون الرشاشات هذه يخلطون الماء مع السماد فيوم لأنهم ما يقدروا طبعا الزراعة بمساحات واسعة ما يقدرون يحطون زرعة زرعة سماد سماد ويطمنون هل السماد اكتفوا ولا قل السماد عندهم فيخلطون هذا السماد مع الماء ويوزعونه على الأرض فبعد لما تشوفون الرشاش يرشد دفعة قوية يتوزع الماء يتوزع السماد على مساحة كبيرة من النباتات بس هاي عندها مشكلة بسيطة شو هي الماء انت تعرفون خاصة في المناطق الصحراوية الشمس تبخر الماء فيشو يظل من الماء يظل من الماء الأملاح فهذه الأملاح تستوي مثل الطبقة مثل هنا على الأرض يعني فهذه الأملاح شوية تأثر في الأرض طبعا تعرفون النبات إذا كانت الملوحة التربة أو ملوحة الماء عالية جدا ما تلموت موت فلازم تكون فيه كمية بسيطة من الأملاح في الماء هذه هي أسباب أننا ما نحفز عندنا خاصة في المناطق الصحراوية لأن الماء يتبخر والضل الأملاح وهذه الأملاح تأثر على التربة تمام؟ الريب التنقيط احنا خاصة لمناطق الصحراوية شبه الجزيرة العربية نعرف أننا مناخنا صحراوي حار فإحنا لازم نقلل شوي كمية الماء ولازم نتأكد في نفس الوقت أن الماء وصل لكل النباتات والأشجار اللي إحنا زارعينا في عملية التنقيط هي عبارة عن بيبات لكل زرعة مثل ما أنتوا شايفين نسوي لها نقطة في البيب على أساس يطلع من البيب الماء اللي يحتاجه النبات لأنه إذا رشينا بطريقة مثل ما أنا قلت لكم بيتبخر الماء حتى بعض النباتات ما تقدر ما نتأكد أن بعض الأشجار تستفيد من هذا الماء بسبب التبخر السريع فعلى الأساس إحنا نستخدم ونستخدم ونستخدم تنقيط وزائد أنه شو سوي شو فائدة هذا الري أنه يقل كمية الماء بدل ما نستخدم كمية الماء 100% نستخدم 50% 30% عن طريق عملية التنقيط الري السطحي الري السطحي هاي هي عملية يتم فيها يعني غمر التربة كلها بالماء هذي شو مثلا مثل ما أنتوا شايفين الحشائش عندنا النباتات اللي تاخذ الأعلاف اللي تاخذ مساحات كبيرة ما نقدر نحط يعني نقاطة نقاطة لكل نبتة فنطلق نستخدم الري السطحي هذا طبعا هذا مشكلته بعد مثل ما قلت لكم نحن ناخذ ونستهلك 100% ماء كبيرة الحين بنتكلم عن الري في الإمارات نشوف هذا الفيديو أنا ما شو ريته في اليو شو اللي يناسب في الجراعة الجراعة فيه وعرض اليو شو يناسب لها قالوا ما يناسب لها شغل مرة ما يناسب لها شغل أهو بإذن الله ما خلّه بيتمون جاه بلي حتى علف حتى للحيوان بعد علف قالوا ما شي ميز جيني الله سبب وقدر استوى تزراع في اليو الطماط والبليان والملخوخ ما خلّه الشي اليح والبطيخ واستوى تزراع وقامت السيارات السوب الشي للأمارات وشي للسودية والغرب هاي كلها منتجاتنا نعم هاي منتجاتنا في مزارع الآن هنا مزارع اللي خارج الزولة نتجنب استيراد أي منتج ما يكون جراعة لننقلد مجموعة أقراسي الشيخ زايد طيب الله ثراء الله يرحمه ياب خبراء لمنطقة ليوة كانت منطقة ليوة صحراء فياب خبراء في الزراعة قالهم أنا أبغي أزرع ليوة بالخضار والفواكه سووا تجاربهم على هاي التربة قالوا له ما يتنفع التربة بس نقدر نزرع فيها نخل نخل اللي هي شجرة تمر شجرة النخيل استغرب الشيخ زايد قالهم يعني كيف الأرض ما تستوي قال حتى أعلاف أعلاف اللي هي النباتات للحيوانات قالوا بعد ما تستوي هل استسلم الشيخ زايد الله يرحمه ما استسلم قال لا بنزرع وصاروا بالفعل زرعوا النبات الخضار والفواكه وسبحان الله بقدرة رب العالمين أنتجت ليوة الخضار والفواكه وغطت انتاجات إمارة أبوظبي زائد الإمارات الدولة بس اكتفت شذا لا الحين ما شاء الله قاموا يصدرون للدول الخارج عن طريق هذه المنطقة منطقة ليوة النباتات الفواكه والخضار اللي تطلع قاموا حتى يصدرونها لبره يعني الله يرحمه الشيخ زايد دائما يعطينا درس نتعلمه يعني أبدا الواحد اللي عنده إرادة ما يستسلم يسعى أنه ينجح فكرته وبقدرة رب العالمين تنجح سبحان الله عندين الريف الإمارات سابقا عندنا شيء شيء اسم المنذفة هذه المنذفة مثل ما أنتوا شايفين خشب على زاوية قائمة بهاي الطريقة وخشب ثاني نربطه ونحط على طرف ثجل مثل حصة أو خشب شيء ثجيل يعني وعلى الطرف الثاني نربط خشبة وتحتها نربطه نحط فيها تنكة أو دلو على أساس شو يقوم المزارع لاحظوا المزارع هنا يسحب هاي الخشبة ويغرف عن طريق التنكة هذه يغرف ماي ويصير يصبها في هاي الممرات اللي تمر على الأشجار والنباتات عشان يسقي هذا الشغل سابقا يعني قبل شفوا أجدادنا الله يعطيهم الصحة والعافية والله يرحم اللي توفى كانوا شو يسوون الزراعة عندهم شيء أساسي ما كان بعده طلع البترول فكان شيء أساسي عندنا الزراعة فكانوا يخترعون يبتكرون أشياء تساعدهم في الري عندنا هاي مثل ما إحنا قلنا اسمها المنذفة شفتوا طريقة التشقايل يعني طريقة هو يسحب الخشب ويغرف عن طريقة التنكة هاي أو عن طريقة الدلو ويصب في هاي الممرات طريقة الأفلاج والقنوات المائية كانوا يضطرون يسوون قنوات مائية مكينة وكانت تسحب الماء خاصة من المياه بعد ما تساقط الأمطار يسوي عندنا مياه جوفية فكانوا يستخدمون يحفرون الآبار وكانوا يستخدمون هاي المياه عندنا طريقة اليازرة هاي اليازرة عادة لازم تشوفونها فيديو طريقة هي وسيلة الرئي الرئيسية شوفوا الطريقة جدا صعبة بس سبحان الله كانوا أجدادنا يستمتعون منذ البدايات تسمى اليازرة وفي بعض المناطق تدعى الزائرة ابتكار قديم جدا تتكون اليازرة من النخلة نفسها بتصميم متقن وتفاصيل كثيرة ولا بد هنا من الاستعانة بأحد الثران القوية والقادر على العمل طوال النهار كانوا يستغلون كانوا ياخذون يعني يستفيدون لازم يكون عندهم الثور على أساس يساعدهم في عملية الرئي شوفوا شو دور الثور معهم مهمة شاقة تتطلب جهدا وصبرا طويلا يتم الإمساك بالثورة عن طريق حبل الزالوي وبعدها يتم النزول إلى نهاية هذا الممر الأرضي المائل والمسمى الخب فخلال مرحلة النزول هذا يرتفع الدلو المصنوع من جلد البقر ومن المغيلة تنزل المياه إلى أحد الأحواض التي سيتم عن طريقها توزيع المياه إلى شتى أنحاء المزرعة يتم تكرار هذه العملية صعودا ونزولا لساعات طويلة فالعمل يبدأ من الرابع صباحا وحتى الحادية عشرة ويستأنف من الثاني ظهرا إلى مغيب الشمس يعني تخيلوا بعد ما يصلون يبدون الشغل من الساعة الأربع الفجر حتى 11 هذا هي شغلته يسحب الثور وينزل بأرض شوية مايلة وهو يسحب الثور بالحبل كان نهاية الحبل مثل ما أنتوا شافين مثل جلد البقر كان فيه يشيل كمية الماء ويصبها على القنوات اللي هي تمد الزراعة بالماء يعني الشغل كان جدا شاق بس يكتفي هاي الفترة لا بعد صلاة العصر يرد يكمل لين الساعة هدع الشهر في الليل يعني متخيلين كيف الشغل عمل كبير والأرض هي الغالية الصوت الصادر من البكرة العلوية أو المنيور هو صوت الارتواء وبالنسبة للعاملين هو كالموسيقى يطربون لها ذهابا وإيابا هذه عملية اليازرة طيب الحين طبعا انتوا تعرفون انه ما شاء الله بلادنا فيه تطور وشبابنا يسعون انهم هم دايما يطورون الدولة عنا أساليب حديثة مثل ما قلت لكم الاسلوب الأول اللي هو التنقيت مثل ما انتوا شايفين الصورة كل زراعة لها تنقط الماء شذا احنا ما نستهلك كمية ماء كبيرة قد النبات ما يحتاج النباء يعني ما يحتاج ماء نعطيه في بعض النباتات يبغي في الأسبوع مرتين في بعض النباتات تحتاج كل يوم وفي الصيف غير عن الشتاء يعني في الصيف نزيد كمية الماء النقطة الثانية نسلوب الري بالفقاعات الفقاعات اللي هو الأكسجين نخلط الأكسجين مع الماء ونمده للزراعة يعني احنا نريح الزراعة بدالما تسحب أكسجين من الجو والأوراق فاحنا نعطيها يعني نعطيها الماء ونعطيها الأكسجين على أساس الريح وفي نفس الوقت بعد أنها ما تستهلك مية ماء كبيرة الرشاشات مثل ما قلت لكم نادر ما نستخدمها نستخدم أكثر شيء للمحاصيل العلفية يعني للنباتات للزراعة العلف العلف للحيوانات وهذه مساحة تكبيرة فنضطر نستخدم الرشاشات نتكلم الحينة كيف تصبح مزارع بعد هاي المحاضرة يا ريت كل طالب وطالبة يزرعون عندهم حتى في البيت أنتو لو تعرفون فوائد النباتات بالنسبة لكم مو بشرط عشان تاكلون الخضار والفواكه لا وايد له فوائد بنتعرف فيها بعدين وأشياءها معداتة جدا بسيطة جدا جدا بسيطة تربة زراعية لازم يكون حتى مبشر تزرعون بر لأن الجو حار تزرعون حتى داخل بس لازم يكون جدان مثلا الشباك على أساس تضمنون دخول الضوء وماي هاي الأدوة البسيطة المجرفة ودائما استعملوا خضر النباتات اللي تنزرع بسرعة مثل عندنا شو عندنا اللي يطلع اللي يطلع إنتاجها بسرعة مثل البقدونس النعناع الفجل العدس طيب نتكلم عن فوائد هواية الزراعة الحين احنا بنعرف ليش الزراعة كيف احنا يعني يوم نزرع في فوائد مثل رقم واحد عندنا الرياضة يعني تخيلوا ثلاث ساعات شغل في الزراعة يعادل ساعة وحدة كأنك تتدرب في النادي يعني الساعة اللي تقضيها في النادي هي ثلاث ساعات اللي أنت تشتغل فيها في الزراعة يعادل ساعة وحدة في النادي يعطيك مناعة قوية اللي يتعرض للتربة ويلعب في الرمال ويحفر ويحط الزراعة ويسقي وينظف الأرض هاي كلها تكسبك مناعة خفف التوتر أنا هذا اللي أنصح فيه دائما طلابي وطالباتي اللي عندهم اختبارات ياريت تدرس برع يدرس عدال شجرة أو ينس على الحشائش بتحس التوتر اللي أنت فيه أنك خايف من الامتحان وشذا أنه يخف سبحان الله يعني أنا عن طريق تجربة يعني أنا أنصحكم فيه الواحد يعني يوميا يدى للزراعة ويدرس هذا يخفف عنده ليش؟ لأنه يخفف هرمون التوتر نحن عندنا الكورتيزول اللي هو هرمون التوتر للإنسان فالزراع يخفف عندنا هالهرمون صحة عقلية يعني شو أثبتت الدراسات الزراعة اليومية تخفف الإصابة بالزهايمر اللي هو الخرف عادات غذائية صحية نحن وايد نعتمد الحين بالفاسفود والأكلات الغير صحية والشوكولات والحلويات دخل الفواكه والخضار في أكلك بتشوف الصحة تغيرت يعني يخف الوزن تكون وايد نشيط جسمك طبعا دائما يكون محتاج لفيتامينات دائما الواحد يصير يسوي تحالية يشوف أن الحديد ناقص الفيتامين ناقص فالفواكه والخضار هيعزز عنده الفيتامينات أكثر يعني بأشياء طبيعية وانت يوعان حط عند ذلك سلة خضار كلها بتتعود بتشوف أكلها أكلها خاصة الحين الزراعات عندنا الخس الأمريكي الحين نقدر نزرع الخس المشرشر هذا نقدر نزرع الحين عندنا في الإمارات قبل كان صعب زراعته الأطفال تشوفون هم يلعبون بالتربة لو تحطوا لهم حوض ماي وتحطون عدال الزراع يلعبون هذا يعني يزيد عندهم السعادة هرمون السعادة عندهم جدا يعني يزيد خاصة للأطفال وحتى احنا الكبار احنا انا خلص الحين الورشة اذا في اي استبسار تكتبون في الشات الحين اللي عند اي سؤال انا حاضرة استاذة مونة في سؤال من طالبة كتبت كيف نعرف كمية الماء اللي تحتاج ها النبتة نعم طبعا كيف تختار اسم بالنسبة للماء اي زرعة اي بذور خاصة البذور الحين ما شاء الله تطوروا وشو سوون الاكياس اللي انت تشترونها لاحظوا المعلومات اللي موجودة ورا بيكونون كاتبي لكم كمية الماء اللي انتو تحت النبات اللي يحتاج كمية احنا شو نسوي احنا نشوف التربة انا اتكلم عن الزراعة العادية ممكن على جدام يعني جدام الزرعة تحفر تشوف اذا كانت التربة يابسة معنا هذا انها محتاجة ماء وفي بعض الزراعة مثل ما انا قلت لكم معلومات اللي تكون موجودة في المنشورات يكون مثلا يقول لكم انها هاي الزراعة تحتاج يومين في الاسبوع هذه الزراعة تحتاج يوميا في الاسبوع عرفتوا بس احنا مقاس نحن نقيس التربة نشوف اذا كانت جافة معنا هذا ان التربة تحتاج وما تحتاج كمية كبيرة لا تعطي الكمية اللي تحس فيها انك تفت فيها الزراعة وكيف انت تعرف ان الزراعة اكثر الزراعة الاوراق هي مرآة للزراعة يعني عن طريق خلال الورقة تعرف اذا كانت الزراعة تحتاج سماد او تحتاج ماء تحتاج ماء في حال اذا شفت الاوراق عندنا على الاطراف بنية هذا معنى هذا الماء عندها قليلة جدا فيحتاج زيادة ماء اكثر لان بما ان النبات يكون في كمية الماء متوفرة في النبات كله ما يتأثر باشعة الشمس السؤال في فصل الصيف وايد عزيزتي حليمة في فصل الصيف النبات عندنا زراعة عندنا وايد اللي هي عندنا المنقة الليمون والحين تقدر عن طريق الزراعة المائية تقدر تزرع النبات اللي تنزرع في فصل الشتاء تقدر تزرع في فصل الصيف هاي بالنسبة لزراعة المائية وفي بعض الزراعات بعد انت تقدر تزرع ها ليش الحين الناس قاموا يزرعون حتى في المنزل بس يسوون جدا يعني امام الشباك مثل ما انا قلت شجرة التفاح كم تحتاج ماء تحتاج ثلاث مرات في الأسبوع فيه فيه اشهر معينة للزراعة على اسأل استغمن الانتاج يعني هنا سؤال فيه اشهر معينة للزراعة نعم فيه اشهر معينة للزراعة كل شهر له نبات تزرع مثلا الفلفل نزرع في شهر شهر اثنين شهر فبراير الفلفل انا اقصد الطماط نزرع في شهر سبتمبر شهر تسعة الخيار شهر تسعة يعني كل نبات يكون له يعني شهر معين بس مثل ما انا قلت لكم الحين احنا نقدر نزرع النبات هذه حسب اهتمام الشخص فيها يعني لازم نتابع الماي لازم دائما مثل ما انا قلت لكم نتابع الاوراق حتى لازم نشوف الافات لان احنا في بعض النباتات تعاني بعض الافات يعني الافات انا اقصد الامراض فاحنا نتابع ها عن طريق الورقة وشو نوع الافة هالي لازم يكون عندنا بعض المعلومات خاصة انا اتكلم عن الافات اللي في المزارع اللي عندهم المشاتل الكبيرة عرفتوا يعني انا ليش اقول لكم فوايد الزراعة جدا مفيدة للانسان يعني هذا الزراعة كصديق لك يعني انت يوم تزرع هاي الزرعة طبيعي كل يوم بتمر تشوف هل تشوف تحتاج ماء مثل ما قلت لكم يعني شوف التربة اذا كانت حواليها جافة يعني تحتاج ماء ولا تصبوا الماء بكميات كبيرة لأن النباتات مثل ما قلت لكم يعني بعض النباتات شو كمية الماء اللي هي تحتاج ها بس يكون المكان شوية يكون طري يعني ما يكون جاف جاف وعن طريق الاوراق الورقة يمتي خضرة وش خلاص ما اكتف بالماء كم وقت تحتاج عشان تلمو اللي هي شو اي شجرة كل نبات له وقت معين يعني في بعض النباتات تحتاج شهر للانتاج في بعض النباتات تحتاج اسبوعين الورقيات هاي ما تاخذ وقت وايد تاخذ من اسبوع لعشر تيام حسب كل نبات تزرع اذا الشمس كانت احر نغير مكان النبات انا مثل ما قلت لاحقوا الورقة اذا شفتوها وايد مثل بنية محترقة يفضل ان تتغطينها يعني ما تتعرض وايد للشمس خاصة انتم تعرفون شمسنا الحرارة حتى توصل 46 عرفتو فيفضل وهاي النباتات اللي تكون معرضة للشمس دائما رشوها بالماء عشان ما تجف لازم نعتني بالنبات سراج لازم يعني مري عليها في بعض النباتات نحتاج ونشوف ها طالعة داخلة مري شوف فيها لان حرام تعبت هذا انت التعبان وتبغي الانتاج الحلو صح ولا كيف عرف مر رأس ديها انا مثل ما قتلك اخدت اسم حبيبتي الزراعة مثل ما تشوف فينها يعني مثلا انت ما اخذ الاوراق اللي انت البذور اللي انت تشترون لان هم كاتبي لكم كمية الماء اللي يحتاجها النبات يعني مثلا في اليوم خمسة ملي يعني شوي في بعض النباتات تحتاج خاصة النباتات اللي تنزرع في الصيف واللي هي يطلع انتاجها في الصيف هاي ما تحتاج كمية ماء كبيرة ليش قالوا انها يتنفع للصيف لانها ما تحتاج كمية ماء كبيرة مثل النخل عرفته وما يحتاج كل يوم كل يوم لا ما هي الزرعة التي نزرعها في الشتاء كل شيء نقدر نزرعها في الشتاء يعني نزرع الزهرة نزرعها في الشتاء الملفوف نزرعها في الشتاء بحتى نقدر نزرعها في الصيف بس في الشتاء يطلع للانتاج وشو الفرق بين الصيف والشتاء الزراعة اللي هي تنتج في الشتاء يعني نشوفها نتجة بسرعة لكن في الصيف تحتاج شوية وقت تحتاج اهتمام أكثر يعني تحتاج ماء أكثر أنا أقولكم نقدر نزرع الزراعة اللي نحتاجها في الشتاء نقدر نزرعها في الصيف لكن تحتاج ماء أكثر لأنكم تعرفون في الصيف شعة الشمس بسرعة تبخر الماء في زراعة مثل ما أنا قلت لكم لاريتكم تطلعون على هذه الزراعة الزراعة المائية الزراعة المائية إنتاجها وايد كبير يعني الإنتاج اللي يطلع مثلا في خلال شهر الزراعة العادية في الزراعة المائية يطلع في خلال أسبوعين والزراعة المائية زراعة طبيعية جدا 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 مش زراعة كيماوية أبدا هي طبعا مريم هل يمكنني أن أجرع الزراعة المائية في البيت في البيت مريم مري الصيني اللي في دبي بتشوفين الحين قاموا يبيعون أنابيب للزراعة المائية يعني يتشكل مثل السداسي تدأ أنابيب عبارة عن أربع أو خمس لاينات هاي تقدري حتى تحطيها في البيت داخل ومكينة مضخة صغيرة وماي وبيعطوك فيتامينات فيتامينات هاي مش مواد كيماوية أنتو تعرفون أن الزراعة يحتاج لمعادن من التربة فالزراعة المائية يعني زراعة بدون تربة فكيف وين نعطي المعادن فنشتري هاي المعادن ونخلطها في الماء بكميات محددة وفي عندنا جهاز نقيس هذا الماء نشوف كم البيت وكم القلوي كم الحمض وكم القلوي عرفتوا ما يكون الحمض أكثر عن خمسة بوينت خمسة وما يكون القلوي أكثر عن ألف فشذا النبات بسرعة يطلعوا ما يحتاج فوائد النباتات المائية وايد يعني يقلل عندنا الآفة طبعا الرمل أنتو تعرفون بعض التربة يعني تكون غير نظيفة فيها بكتيريا فالنباتات الزراعية تفيدنا أكثر أن نضمن أن ما يكون فيها آفات مثل النباتات العادية ونقدر نزرعها في البيت لو تمرون الصيني اسألوا عن هاي الأنابيب حين احنا موزعينا على إمارة عجمان هاي الأنابيب هذي ويزرعون عندهم في البيت ازرعوا الطماط ازرعوا الورقيات بالنسبة للزراعة المائية هاي اختي عفراء تقدر أزرع بذور الفواكه؟ نعم الهمبة أكليه والبذرة ما لات تزرعيها أي شيء أكليه وزرعيه يعني البذور ما لاتاكليه ويطلع لتبذرة زرعيها فوائد تعقيم التربة قبل الزراعة المحمية طبعا مهم هو بالنسبة للزراعة المحمية خاصة في المحميات خاصة في المحميات دا يعقمون هاي التربة بس بعد التعقيم ياخب من أسبوعين لشهر أو من شهر لشهرين ما يزرعون فيها على أساس أن مواد التعقيم هذه يضمنون أنها خلاص اختفت من التربة لأنها تأثر على هالأساس هم يبيعون التربة تربة زراعية بتشوفينهم في الخياش الكبار يعني يبيعون الحين هي هاي التربة الزراعية يعني أي محمية تسيرين أي مشتل زراعي تسيرين تسألين عن هاي التربة الزراعية هذا يفيدك أكثر ليش؟ لأنهم يكونون خالطين كميات معادن فيها اللي يحتاجها للنبات وتفيدك أكثر في الزراعة تقدرين تاخذين مثلا كيس وتخلطين في الرمر عندك في البيت أعرف كم كمية الماء وكم ساعة أحطها على الشمس مثل ما قدلت حبيبتي أسمى كمية الماء كل زراعة له كمية محددة بس مثل ما قدلت يعني أحطي كمية قليلة وتابعي التربة اللي حواليها إذا كانت تحتاج ماء ولا لا أحطها الشمسي فترة الصبح ويد مهمة أشعة الشمس بس ما تحطينا طول النهار خلأنا أتكلم عن الأشياء التي تتأثر في الشمس بسرعة مثل الورقيات نقدر نزرع داخل البيت؟ نعم نقدر سؤال في بداية زراعة شجرة تفاح كم تحتاج للماء تحتاج الماء لازم بالنسبة لشجرة التفاح لازم تتأكدين أن التربة اللي حواليها الزراعة هاي اللي أنت زارعتنها يعني خلاص اكتفت بالماء وفيه ماء تحطين صبعك تشوفين أن الرمل صحيح فيه ماء وتحتاج عفتلا شجرة التفاح تحتاج التربة الزراعية أكثر بالأخصان نعم عادي نزرع جهنمية بالأخصان نعم نقدر أقدر أزرع بذور طيب شو أفضل تربة التربة الزراعية عبد العزيز شو أفضل تربة عندنا التربة الزراعية جدا مهمة إحنا لأن التربتنا مالحة رقم واحد مالحة جدا رقم اثنين التربة هاي فيها يعني ويتاخذ ماء وما فيها معادن مثل التربة الزراعية التربة الزراعية لأنهم خالطينها بالسماد أكثر يعني يفضل لما سيرون تبغي تبغي تزرعون تطلعون انتاج اخذوا لو كيس واحد من السماد أقصد من التربة الزراعية اللي موجودة فيه المشاتل زائد السماد تخلطونه تخلطونه مع تربتكم وخلاص هذا يكفي يعني المهم الماء والشمس كيف ممكن أن أتعامل مع النبتة الضعيفة التي تكون قابلة للكسر بسهولة أربطها بخشب يعني النبتة اللي ساقها ضعيف أحط خشب واربطها على أساس ما تنكسر إذا زرعت كرز كرز نزرعها في الزراعة المائية نضمن خروجها بسرعة يحتاج شهر لخروجه فالطبيعي يحتاج شوية وقت لا ميس أنا ما بشتري البذور بطلعها من التفاحة أنا أقول لك يعني أنت كلي وأي بذور تطلع لك زرعيها أقدر أزرع خلصنا الأسئلة تدعى طلابي وطالباتي في عندنا في الدردشة في عندنا تقييم الورشة ياريت تدخلون وتسجلون هاتذا إحنا جاوبنا على كل الأسئلة تقريبا حد إذا عنده أي سؤال أنا حاضره رودينا شكرا رودينا على المعلومات اليازرة هي وسيلة قديمة لجلب المامل الآبار صحيح قليلة العمل صحيح وصعبة ومتعبة بس كانوا يستمتعون اجدادنا سمعتين هو يالس يغني مستمتع شكرا شكرا أنا خلصت الورشة إذا في أي سؤال أنا موجودة شكرا الله يعطيك العافية أستاذ مونة ما قصرت حبيبتي ما قصرت إذا كم الله خير كانت جدا جميلة الورشة إذا كم الله خير شكرا 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 شكرا